شيخنا زواج المتعة حلال أو خرام عزيزي زواج المتعة حلال حتى عند السنة حتى عند السنة حلال ويوجد آل عالم اسم الأزرقي موجود من المغرب يقول بأن زواج المتعة حلال حتى عند السنة غير هذا أن ابن جريج ابن جريج وهو من كبار علماء السنة والتقى ببعض صغار الصحابة كان يقول كان يقول بحلية المتعة وذكر الذهبي وابن حجر أنه تزوج بتسعين أو سبعين امرأة راجع ذلك في تاريخ ابن جريج عزيزي كله حلال كله حلال ابن جريج عزيزي ابن جريج كان إمام أهل السنة في زمانه أمام أهل السنة في المدينة المنورة ابن جريج اكتب اسمه وراح يطلع لك بل كان معروف بأنه من عباد العلماء ومع ذلك تزوج تسعين امرأة متعة مو بس هاي بعض علماء السنة حتى يتكتمون على وضعيته راح ألفوا ألفوا روايات ألفوا روايات على أنه في أواخر أيام تاب من هذه القضية ولكن ابن حجر العسقلاني يقول هذه الروايات ما ثبتت ثبت أنه قائل بالمتعة أما مو بكيفك عزيزي مو بكيفك يضحكون عليك يضحكون عليك وبعدين ابن عاشور صاحب التفسير يقول بحلية الزواج المتعة راجع كتاب تفسير ابن عاشور ذو الفقار المغربي يعجبني في أسلوبه العلمي لمن يرد ولكن قضية الاستهزاء بالأشخاص يعني هاي ما تعجبني حقيقة يعني أنا خب ما أطعم به ولكن يعني شون نحن نقول عندك جهد وعندك إمكانية استعملها في الردود العلمية لأن هاي الردود العلمية تركوا ناس عقلاء طرعا ما يدخلون هاي المواقع وتعبون الواحص تستفيد منها أكثر من هاي الأطفال اللي مقضين وكتبهم وما ينتفعون هاي قضايا الاستهزاء بالآخرين يعني مشكلة عزيزي حتى معاوية كان يقول بجواز المتعة ابن عباس أسماء كثير من الصحابة بعدين المتعة الله حل له منه حرمها منه حرمها هو من كيف وعمر يحرمها مو من كيف عزيزي جاوبناك قلنا لك جمع جمع شقد يطلبك هذا الشخص و حاولوا توصل لفلوسه من دون من دون أن يحس من دون أن يحس ما يحتاج تبلغ أنه انتخذت من عنده ما يحتاج عجيزي أنس اسمك أنس إيه اسمك أنس نعم لا عزيزي لا عزيزي هذا كلام باطل لا عزيزي لا عزيزي ما حرمت في يوم خيبر أنت أنت أعلم أنت أعلم من ابن عباس أنت أعلم من أسماء عزيزي هؤلاء صحابة أنت تسوي نفسك أعلم منهم أنت أعلم من ابن عاشور أنت أعلم من الأزرق أنت أعلم من ابن جريج كان إمام كان إمام السنة في زمانه التقى ببعض صغار الصحابة وكان من العلماء الأتقياء وكان يرى المتعة ويطبقها ابن جريج كان يرى المتعة ويطبق ويمارسها وتزوج في أواخر أيامه جمع أولاده وعطاهم أسماء تسعين امرأة قالهم هذه النساء التسعون كلهن زوجات أبيكم حتى يجنبون أن يزوجون بهن تسعين امرأة واضح أنا عندي واضح القرآن ليس بمحرف